ترجمة نانسي قنقر انه العظيم في القرب انه العظيم في القرب انه القريب في بعد انه الحي القديم انه مزور السماوات والأرض انه حياة الأحياة انه حياة انه حياة الوجود وجهور والوجود طوحة جنة اينما توله طوحة سبحانه ومن كانت نهاية العلم فيه ادراق العجز عن العلم فيه البحث عن الله أساس أساس الجنة والبحث عن الحقيقة أساس المعرفة عن نفس والتعارف والتعارف إلى النفس هو بداية الحياة والحياة ينكشف على الله خلق من نرى الله في خلق لا شيء معه ومن العلم لغاية لا خلق معه كلمات للسيدة العلم احنا بنعمل تأمدات فيه عندنا شخصية هنتحدث عنها ولكن لنرى الوحدة الانسانية ايمانك لأن الله من وراء هذا الكون بإرادته فعال لما يليد وأن قانونه محاكم وواجب عليك تجريدا واجب عليك تجريدا أن تفهم أن كل شيء في الكون بحلوه وغره بحقه وباطله بخيره وشره الله من ورائه إحراطته ولو شاء الله فهذا واجبك من الناحية اليمانية المقررة إذا نزلت إلى أرض الواقع فعليك أن تختار عليك أن تختار في أين عسكر أنت؟ وأنت كإنسان ترى حقا وترى باطبا من وجهة نظريك ولا نقول الحق لأننا لا نريد أن نعرف باطبا فما ترى أنت حقا قد جرى آخر باطبا عليك أن تختار أنت باطبا الهمام بالغير يجيء نتيجة طبيعية لإحساس الإنسان بعجته وافتقاره إلى خالقه وأنه غير قادر أن يرى هذا الغير بل إنه كلما ازداد علمه عن نفسه وعن عالم ماديه كلما شعر بطاره أكثر حتى فيما هو ظاهر له من معرفة على أرضه فاليمان لله وهذا اليمان بالجميع ومنع مصر أصبح بالجميع لا نفعل حسن 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 حسن